هي بداية تقريبا كل النارس اللي رح يغذن الأبرلم بداية من وصولا الى طيب هاي اول النقطة النقطة الثانية حتى تفهم كل شي موجود بهذه المحاضرة من الافضل جدا ممكن من الواجب انه تحضر محاضرات جنرال الاناتومي عن النرفيس سيستم التي رح تكون كاقتراح بأعلى يمين الشاشة عبر عن محاضرتين على الاقل احضر المحاضرة الاولى وهي رح تفيدك بالمستقبل جدا رح تفيدك محاضرات النرفيس سيستم ومواضيع جدا مهمة بكثير من العلوم مو فقط بالاناتومي فاحضرها وتعال حتى نكمل آن ويانك لبركيال بلاكسس موسيقى موسيقى مساء نور شباب بناتكم اللقاعي تابعوني مثل ما شفنا ببداية هذه المحاضرة موضوعنا رح يكون عن البريكيال أبليكس على فرض أنه أنت حضرت المحاضرات السابقة وتكون أنت أساسا حاضر مسبقا محاضرات الجينيرال اناتومي فنبلش بالبريكيال أبليكس طبعا قبل أن أبلش بالبريكيال أبليكس أنا عندي البريكيال أبليكس كنبدأ سريع عنها أو كمفهوم مثل ما قلت هي عبارة عن بداية كل النارس تقريبا كل النارس اللي رح تغذي الأبرلم بشكل كامل فكل النارس اللي رح تغذي ما رح نقدر نغطيهن بمحاضرة واحدة ولكن بدايتها رح تكون هنا بدايتها البريكيال أبليكس فبدايتها رح تبلش من هذه المحاضرة بعد أكو أكيد تفاصيل كثيرة رح نحتاج محاضرات حتى نقدر نغطيها ورح يكون تغطيتها بشكل جزئي من كل قسم يعني أنا لحد الآن هذا محاضرات الأكزلة سبقتها قبل محاضرات كثيرة ورح تليها محاضرات أيضا كثيرة عن الأبرلم فإحنا بالجزء الثالث وهي بالحقيقة الأبرلم أو بالأساس الأبرلم هو عبارة عن سبع أجزاء أنا قسمتها إلى سبع أجزاء فهذا الجزء الثالث وبقى أكو أربع أجزاء إضافية فخلال ذني الأجزاء رح يكون أكو ذكر للنفس فالبداية ما للنفس رح تكون هنانا والنهاية رح تكون يمكن بآخر محاضرة وأكيد أكيد رح أعمل محاضرة تكون وحدة رح تشمل كل النفس بداية كمراجعة أو تكون يعني شيء للتأكيد أتأكد على بعض الأمور تكون بدايتها من الأبركيال أبلاكسز وتنتهي إلى آخر نيرز ممكن يغذي The tip of your fingers بهذا المعنى فنبلش بالمحاضرة ونشوفها إن شاء الله تكون محاضرة لطيفة وخليكم لنهاية الفيديو لأنه رح أقول شيء يعتبر مهم خليكم نهاية الفيديو ناخذ كأوفر فيو عن الأبركيال أبلاكسز الأبركيال أبلاكسز إز السوماتيك أبلاكسز هنا سوماتيك أبلاكسي طبعا هي مفقط سوماتيك هي أيضا أوتونوميك يعني بيها Sympathetic Nervous System أو Sympathetic Fibers ولكن هي المست يعني المست فايبرز رح يكونن Somatic مثل فكرة أن الموتور فايبرز أو سوري الموتور نيرف من أقول الموتور نيرف يعني الكمية الأكبر من الفايبرز اللي يحويها رح تكون موتور فايبرز ولكن أيضا ممكن يحتوي على Sensory Fibers نفس الفكرة طيب يعني هي رح تتكون من يعني بما معناته من C5 لT1 T1 مو كلها جزء من عدها الجزء الأكبر من عدها والجزء الباقي رح يكون لثوركس يعني روح للثوركس أو للترانك بشكل عام طيب It begins رح تبدأ In the neck رح تبدأ تبلش بالنك And extends into the axilla يعني اللي براقيالبلاكسز ما تكون موجودة فقط بالأبرلم لا تكون موجودة بالنك وتدخل إلى الأكزلا والأكزلا هو جزء من الأبرلم طيب أول نقطة أحب أشرحها قبل أن نبلش باللي براقيالبلاكسز أحنا عدنا الvertebrae أو cervical vertebrae يعني الفقرات العنقية رح تكون عدنا C1, C2, C3, 4, 5, 6, 7 هنا 7 فقط ولكن الcervical nerves اللي هنا رح يكون C1, C2, 3 إلى الأيت كيف صار الأيت مع أنه أنا عندي الvertebrae الفقرات هنا 7 أول فأول نرف رح يكون فوق C1 vertebra وتحت C1 أيضا رح يكون nerve عندي اللي هو C2 أوكي فهنانا زاد عندي واحد يعني لو نحسبهن هنانا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 بينما هن 7 cervical vertebrae بهذا المعنى هذا كمعلومة لطيف أن نعرفها لأنه صار أكو تساؤل عليها من قبل أن نبدأ براقيالبلاكسز وجاوبت أني على قناة التليجرام إذا تريدون الرابط أسفل بسكريبشن أدخلوا على قناة التليجرام أكو مين تليجرام تشانل يعني قناة التليجرام الأساسية وأكو قناة التليجرام الخاصة بالمدون أجاوب بها أحيانا تساؤلات تكون على البوت أجاوب بشكل مباشر على قناة التليجرام طيب الآن نبدأ بالبراكيالبلاكسز بشكل فعلي أدنا طبعا هذه اللي راح تكون Cervical vertebrae أوكي يعني الفقرات العنقية عندي هنا C5 C6 C7 C8 وهنا راح تكون تحت T1 أوكي راح تبلش طبعا من النك وبعدها راح تمتد تكون هذه البلاكسز هذه البلاكسز بالضبط وهنا طبعا هنا راح تدخل إلى إلى وتكمل وتكمل وتوصل هذا المعنى الآن نبدأ بشكل فعلي بأول نقطة طبعا حبيت أنه أعمل البراكيالبلاكسز تكون بشكل قصة ما حبيت صراحة أن تكون مجرد يعني كلام أنه بحاجق معلومات يعني معلومات بشكل مباثر حبيتها تكون مثل قصة فأول شغلة حبيت أنه نبلش بها أنه البراكيالبلاكسز is divided divided into supra clavicular part و infra clavicular part يعني أكل جزء يكون supra clavicular طبعا by the clavicle راح تنقسم إلى two division أو two parts two parts by the clavicle يعني جزء يكون فوق الكلافيكل وجزء يكون تحت الكلافيكل يعني راح أخذها على جزءين استنادا على الكلافيكل فأول معلومة عندي أنه عندي شيء اسمه super clavicular مثل ما قلت أنه فوق الكلافيكل و infra clavicular هاي نقطة نخليها بدماغنا و نقطة إضافية أيضا هي ما مذكورة بالمصدر ولكن قرأتها بمكان ثاني أنه السوبرة 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 clavicular راح تكون خارج الأكزلة يعني ضمن النك ضمن النك أوكي ال infra clavicular اللي من تبلش يعني ال infra clavicular part هي اللي راح تكون داخل الأبرلم داخل الأكزلة وبالتالي داخل الأبرلم هاي أول معلومة خليها بدماغنا حتى نفهم البريكيالبلاكسز و نقطة أيضا البريكيالبلاكسز هي تجمع من النيرفز أوكي تجمع و راح يكون بالنهاية عندنا راح تخرج نيرفز تغذي كثير من الأجزاء بالجسم أكو عندي نيرفز أنه أسميها يعني نيمد نيرفز يعني أنا مطيها اسم أوكي وأكو لا ما مطيها اسم اللي ما مطيها اسم لأنه تكون صغيرة جدا وتقريبا تكاد يعني أنه ما نقدر نشوفها بالعين المجرد أحيانا ما نقدر نميزها لأنه تكون صغيرة جدا فهذه نسميها النيمد نيرفز بهذا المعنى ولكن إحنا راح يكون شغلنا الآن على النيمد فقط طيب الآن نبلش طبعا هذه هي راح نستخدم هذه أكثر صورة راح نستخدمها بشرح البريكيالبلاكسز لأنه صورة واضحة ولطيفة فنبلش أول شي بالسوبرى كلافيكولر بارت السوبرى كلافيكولر بارت مثل ما نشوف أكو عندي روتس تانكس ديفيجينز كورتس و تيرمانال برانجز بالنسبة للسوبرى كلافيكولر نبلش أول شي بالروتس الروتس هنا عبارة عن شنو احنا أخذنا بالجنرال اناتومي الانتيريار رايماس والبوستيريار رايماس وأخذنا أنه الاسباينال سيجمنت شون تتكون هي ثارتي وان سيجمنت وبالنهاية عندي أنا ثارتي وان نيرف أو سباينال نيرف طبعا السباينال نيرف يبلش كروت بالأول أوكي كروت بالأول هنا أنا عندي الروتس مال ابريكيال بلاكسس أو الروتس مال أي بلاكسس هي عبارة عن الانتيريار رايماس أو الانتيريار رايماس كجمع انتيريار رايماس كمفرد انتيريار رايماس احنا أدنا البوستيريار رايماس بيكونن بلاكسس بهذا المعنى فأدنا فقط الانتيريار رامي رح يكونن بلاكس فالروتز أوف بركيال بلاكسز رح تتكون من الانتيريار رامي أوف C5, C6, C7, C8 وأغلب most of T1 بهذا المعنى طيب من بعدها طبعا كل ذني الروتز رح يندمجن يكونن ترانكس أنا عندي ثري ترانكس أوكي الترانكس نقدر نقول هي اليونين يعني ترانكس لازم ينطبق بيها شرطين أو أحد الشروط أحد الشرطين ينطبق بيها سميها ترانكس يا اثنين هن يا واحد من هن النقطة الأولى أنه يكون هو يونين يعني يندمج اندماج أوف تو روتز أوكي تو روتز حتى يكون لي لي ترانك مثل السوبرير ترانك اندماج السي فايف والسي سي سي كون لي السوبرير ترانك أو الشرط الثاني أنه يطيني انتيريار و بوستيريار ديفيجن بهذا المعنى الميدل ترانك ما مكون يعني هو مو يونين اوف سيفيرل اوف تو روتز هو مجرد السي سيفن رح يكون عندي الميدل ترانك ولكن هو بالمقابل رح يكون عندي انتيريار ديفيجن و بستيريار ديفيجن بهذا المعنى اما الانفيرير ترانك فرح يتكون عندي من سي ايت و تيون فهذه اول نقطة احنا نعرفها عن السوبرى كلافيكولر السوبرى كلافيكولر بارت اوف راكيال بلاكسس انه تتكون من الروت والترانك الروت انا عندي فايف والترانك عندي ثري طيب معلومة اخرى اللي هي عندي فور فور برانشز of the super clavicular part arise from the roots and the trunks اهنان هذه ايضا معلومة لطيفة السوبرى كلافيكولر برانشز رح يكون لونها هذا اللون اللي هو هذا اللون اوكي اللي هو هذا بنفسجي على ما اعتقد دورسل اسكابيولر نارف هو اللي راح يتكون عندي اول واحد السوبرسكابيولر نارف دورسل اسكابيولر نارف هذا اول نارف هو برانش ولكن هو بالمقابل ايضا برانش من الروتوكال بلاكسز ولكن هو نيرف نعتبر نيرف مجرد نخرج نعتبر نيرف أيضا الثاني البرانج الثاني رح يكون عندي اللونغ ثوراسيك نيرف عندي أيضا رح يكون هذا النيرف اللي هو عبارة عن سبكليفين نيرف رح يكون من السوبرير من السوبرير عندي درسالسكابيولر نيرف رح يكون من الروت من الروت مباشرة من السي من الروت وعندي لونغ ثوراسيك نيرف رح يكون أيضا من الروت فذني عندي 2 branches أو 2 nerves رح يكون من الروت مباشرة عندي بالمقابل أيضا هذا النرف رح يكون نرف to subclavian هذا رح يكون من superior trunk وعندي أيضا السupro scapular نرف أيضا رح يكون من superior trunk بهذا المعنى فذني عندي 4 branches أو 4 nerves رح يتكون أو رح ينشأن من المعلومة الأخرى اللطيفة أنه الانتيري والبستيري رح نشوفهم بعض شوية يعني بهذه الصورة اللي شاهدنا قبل شوية رح ترجع تظهر ولكن مبدئيا اللي رح ينفهمه من هذه الصورة أنه أنا عندي السبركلافيكيولر مثل ما نشوف أنه رح يكون خارج الأكزلة الأكزلة حتى يدخل حتى تدخل إلى الأكزلة لازم تمر من السيرفيكو من السيرفيكو السيرفيكو أكزلاري كنال السيرفيكو أكزلاري كنال السيرفيكو أكزلاري كنال رح تتكون من يعني رح تكون الباوندري اسمالتها اللي هي والكلافكال والسوبرير اج او سوبرير بوردر اوف اسكابيولا فمجرد ان دخلت او بدخولها قبل دخولها بشوية او بدخولها اوكي راح تينقسم الترانكس راح ينقسم الى سوبرير سور الى انتيريار وستيريار ديفيجينز وهو راح يكون مباشرة خلف الكلافكال لهذا المعنى هاي فكرة الديفيجينز اس دي اس دي اس دي بلاكسز باسز ثرو ذا سيرفيكو اكزيلاري كنال باستيريار تو ذا كلافكال هاي المعلومة اللطيفة فاحنا القصة من بدايةها بلشت بانه احنا قسمنا البركيار الى سوبر كلافكولر وانفرا كلافكولر وقبل هذا قلنا انه البركيار البركيار تنشأ من الانتيريار الرامي الانتيريار الرامي فالسوبر كلافكولر راح تبلش من الروتز والترانك وتنتهي بالديفيجين قبل الديفيجين يعني او تكون جزء من الديفيجين مو مهم سهذا الكلام ولكن المهم انه تكون خارج البرلم وتكون بالنك مجرد انه بدخولها بدخولها بدخول البركيار البركيار الى لاءً اكزال straw راح تنقسم الى انتيريار نكمل القصة الان الان عندي الانفر كلотивيكولر بارت الانفر كلividad كل apparently ل Gary الانفر كل...?) طبعا هذا الصح يعني الخلصناههن الخلصناهن الانفر كل انلاحظ انه سoe 필der سينقسم إلى anterior division و posterior division anterior division posterior division anterior division posterior anterior هذا interior هذا reaching posterior طيب بعد ان خلاصنا من divisions الطبعا divisions ماكو هنا branches ماكو اي branches بال divisions ما يحوّن على اي branches onces ماكو اي نيرفز تنشأ من ال-divisions ال-divisions اللي راح تطينيها شنو اللي راح تطينيها هو cùng اللتية الآن من شنو ينشأ بال общ ويضطيني بالنهاية أما فهو يتكون من أو سيعمل ويضطيني أما فهو مجرد بالنهاية يكون عندي الميدال الميدال والبستيرير واللاترال طبعا يعني المكان الوحيد هو رح يكون ولكن ممكن ينشأن قبل أن يصير مثل ما ذني مثلا ذني هنا عبارة عن ممكن ينشأن قبل أن يكون مثل عندي رح ينشأ من رح ينشأ من هذا هذا وهذا رح يطيني أبر ولور بهذا المعنى ورح يطيني أيضا مثل ما نشوف هذا البستيرير رح يطيني الثراكة دورسل نيرف طبعا ذني تحفظوهن كلهن كلهن تحفظوهن وجدا سهلات هذه الصورة رح تسهلهن بشكل كبير جدا تحطون هاي الصورة وتتغزلون بها باختصار بهذا المعنى طيب الآن عندي وهو الشيء الم different شنو اللي رح يطيني رح يطيني المEDIAL PECTERAL نرف هذا المEDIAL PECTERAL نرف رح يكون أول واحد بعدها رح يطيني المEDIAL CUTHENYUS Nmbre Of ARM واخيرا رح يطيني المEDIAL CUTHENYUS NER بعدين ذدني النارس رح نتعامل وياها ونتكرها كثيرا ورح يكون اكو فهم وادراك واسع للبركيالبلاكسز بالمستقبل شوي شوي ولكن ضروري انه تكونوا فاهمين الترتيب الشهر رح يصير من البداية طيب بعدين عندي الترمينال برانشز اللي هنا المسكولاكيوتينيوس نيرف هذا المسكولاكيوتينيوس نيرف رح يكون الكونتينيواشن اوف لاترال كورد واللاترال كورد رح يطيني اللاترال روت اللاترال روت المن للميديا نيرف أما الميديال 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 كورد رح يطيني الميديال root of median ورح يطيني أيضا الأولنر نرف أما البوستيريار البوستيريار كورد رح يطيني أما الأكزلاري نرف رح يطيني الأكزلاري نرف ورح يطيني الرادال نرف هذني باختصار لازم تفهموهن بهذه الطريقة مثل ما قلت ما قلت ديفيجنز ما بيهن نرجع نعيد البركيال البلاكسس من البداية البركيال البلاكسس تتكون من 5 roots 5 roots C5 والC6 رح يندمج ويطيني superior trunk C7 رح يكون middle trunk C8 والT1 رح تطيني inferior trunk عندي 4 4 4 branches off أو 4 نرف off supra clavicular supra clavicular part of ريكال البلاكسس اللي هو dorsal scapular نرف وعندي long thoracic نرف وعندي supra clavicular supra scapular scapular نرف وعندي أيضا نرف subclavian أو subclavian نرف بعدها يكون عندي divisions اللي هي رح تكون posterior ل clavicular ورح يكون بمجرد دخول البركيال البلاكسس الى داخل الأكزلة عن طريق السيرفيكو أكزلار الكنال اللي هي الفتحة الفتحة اللي توصل ما بين النك والأكزلة بمجرد اندخل بدخولها طبعا رح ينقسم الترانكس كل كل ترانكس رح يطيني anterior و posterior division ال anterior division سوبرير و middle ترانك رح تندمج تعمل uniting وتطيني lateral cord البosterior cord رح يكون هو عبارة عن الunion of all posterior divisions بهذا المعنى و عندي anterior division واحدة رح يطيني medial cord الآن عندي الbranch of infraclavicular part اللي هو رح يكون هذا lateral pectoral nerve و رح يكون عندي الابر واللور الابر واللور subscapular nerve رح يكون عندي الثراك دورسال nerve هذا كله رح ينشأ من posterior cord هذا من lateral cord اما من medial cord رح يكون عندي medial bacterial nerve اول واحد وبعدها رح يكون medial cutaneous nerve to the arm او off arm و رح يكون عندي medial cutaneous nerve of forearm فهذا medial pectoral و medial cutaneous للarm و medial cutaneous to forearm بهذا المعنى هذا طبعا لل posterior cord terminal franches اللي هو muscular cutaneous nerve اللي رح يكون من lateral cord lateral cord رح يطيني lateral root ل median و medial cord رح يطيني ulnar nerve رح يطيني medial root ل median nerve و اخيرا posterior cord رح يطيني axillary nerve رح يطيني radial nerve صورة انه تكلمت بسرع صورة انه تكلمت كثيرا اصلا الان عندي infraclavicular branches انتهت الان المعلومة اللطيفة اللي انا اعتبرها لطيفة the cord spear the relationship to the second part of the axillary artery that is indicated by their names يعني شنو معنى هذا الكلام انا قعد اقول lateral cord medial cord posterior cord استنادا للشنو استنادا للشنو استنادا لل axillary artery axillary artery طبعا هذا هو عبارة هذا عبارة عن lateral cord lateral cord رح 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 يكون lateral لل second part of the axillary artery البosterior cord رح يكون posterior لل axillary artery وال medial cord رح يكون medial لل axillary artery هذا الشيء مهم مهم انو احنا نعرف ال relative position relative position مهم منعقول لك انو البosterior cord شنو ال relative position بالنسبة بين و بين axillary artery المفروض تقول لي posterior ال lateral cord lateral ال medial cord medial ال بهذا المعنى هاي الفكرة يعني المهمة او ما اخذ هو مثال انو lateral cord يكون lateral axillary artery على طيب الان معلومة لطيفة واللون هام لطيفة اعتقد الخلفية لطيفة اطوني رأيكم الخلفية اذا تحبون ولو انتو صراحة ما عرف ليش ما تطوني رأيكم بكثير مناشاء الله anterior division anterior divisions of the trunks كل anterior division supply anterior أو flexor compartments يعني شنو يعني عندي مثلا ال arm flexor ما للarm اللي هي biceps والabrachialis والbiceps والabrachialis ذن يكون flexor ذن شنو رح يكون flexor اللي رح يغذي nerves أو nerve fibers اللي رح يغذن flexor flexor muscles اللي هنا flexor الموجودات بالarm والموجودات بالforearm حتى اعتقد الموجودات بالhand ذن يقول هن رح يكون من anterior divisions إذا اكو أي exceptions رح نتعرف عليهم بالمستقبل فذني nerves اللي يغذن anterior أو flexor compartments رح يكون الناشئات من anterior divisions بينما اللي رح يغذن posterior divisions أو extensor division sorry posterior divisions رح يغذن extensor compartments أو posterior compartments بهذا المعنى هذه معلومة لطيفة رح تكون أشبه بالقاعدة العامة وقلت لكم إذا أكو عندنا exceptions رح نتعرف عليهم بالمستقبل يمكن أن يكون عضلة مثلا عضلة وحدة مثلا أو اثنيا يكون التغذية مختلفة ولكن بشكل عام إنه هذه تعتبر قاعدة عامة ورح تنفعنا جدا بالمسي كيوز بكثير من الأشياء مو بس المسي كيوز فرح تكون لطيفة جدا هذه المعلومة هذه طبعا عبارة عن صورة لطيفة لها تعبر عن بعض الأمور اللطيفة بهذا المعنى فلطيف إنه تتغزلون بهذه الصورة يعني شون تتغزلون يعني يظلون تبوعون عليها وتعرفون كل جزئياتها هذا شي جدا لطيف طبعا أكون ما ذكرت لأنه هن ما ينتمل الأبرلم نتعرف عليهم بعدي من دروس مثلا اللي يغذي الكارديم أو هذا ما رح نتعرف علي هسه رغم أنه ينش من البريكيال البلاكس ولكن مو شغلنا لأنه هذه الصورة تشوفوها وتتعرفون عليها بشكل كبير هذه الصورة المفروض نكون نحن عارف فيها الآن ولكن أشير له يمكن ما ذكرتها مسبقا عندي هذا أرتري اللي هو السوبر سكابيولر أرتري وهذا هو السوبر سكابيولر نرف احنا أدنى من هذه السكابيولر نوت هذه السكابيولر أو السوبر سكابيولر نوت هذه النوتس راح تغلف او تغطى او يتم هنا هاي رقعت تنسد بالسوبرا او السوبرا اسكابيولر لجامنت اوكي فذني السوبرا السوبرا اسكابيولر نارف وارتري راح يدخلا من هذه النوتس اوكي يكونن تحت مفروض هو يكونن هنا تحت يعني انا ما عرف ليش داخل فوق او هو بهذا الترتيب يعني هو راح يدخل من هذه النوتس بهذا المعنى واحيانا ان هذا الليجامنت ما يكون موجود اصطن فاكو فاريشن هنا لهذه السبب الصور اه بها فاريشن يعني ولكن حبيت يعني بتكون بنسبة لكم واضحة انه السوبرا اسكابيولر نارف راح يدخل مع السوبرا اسكابيولر ارتري بهذا المعنى طبعا الهنانا وصلنا الى نهاية هذا الفيديو فالان انتو صار عدتكم مفهوم انه البراكيال البلاكسز تبلش من الروتس الروتس مالتها راح تكون هي عبارة عن الانتيرير رامي فبهذا المعنى فرح تبلش بعدها انه راح تعمل ترانكس وبعدها راح تعمل بعدها كورتس بعدها تعمل ترانكس واكو برانكسز من كل البراكيال البلاكسز ما عدا الديفجنز ما بهين برانكسز بهذا المعنى عرفتوا انه احنا قسمناها الى سوبرا وانفراك لافيكولر بارتس وايضا عرفنا انه الديفجنز وين يكون ما كان هن بالضبط عرفنا انه البراكيال البلاكسز ما تكون موجودة فقط بالاكزيلا تكون موجودة بالنك وتمتد الى الاكزيلا ومن بعدها راح تتحول الى نيرس يعني يكون نهاية كل تقريبا كل الديفجنز يعني نهاية كل التفرعات خلو نقول او اغلب التفرعات ما لبركيال البلاكسز راح تكون نهايتها بنهاية الاكزيلا خلاص اوكي من نوصل لنهاية الاكزيلا يعني احنا حصلنا على كل النارس تقسمت خلاص الى نيرس وبعدها راح ينكمل بالمحاضرات بالبرت الجاي اللي راح يكون هو عن الارم اوكي راح يكمل مثلا المسكولا كوتينيوس نيرس راح بالضبط الكورس ماتل من يدخل من ينتهي ورح يكون اكعدكم بيميني اوكي هذه القائمة من النارس تقريبا هو سكستين نيرس اه هذه القائمة راح تكون مرفقة مع هذه المحاضرة بي دي اف اوكي ولكن انا ما اضطرقت لهذه القائمة لانه قلت لكم انه الكورس مع الكل نيرس راح ناخذ اتباعا بالمستقبل فما راح اخذه هسه لانه راح تتأقد الامور ومثلا انه اذا اقول لك مثلا هذا النيرس يكون سوبرفشل دي اه دي جوتورم سوبرفشالس مصل اكيد انت ما راح تعرف شنو هي هاي دي جوتورم سوبرفشالس مصل فبالنهاية انه ما راح تفهم شنو يعني راح اقوله فلهذا السبب الكورس راح يترك راح يتم تخطيته يعني على شكل اجزاء مع باقي اجزاء الابرلة بهذا المعنى اه هاي النقاط الاساسية اللي حبيت اذكرها اسف على الاضالة طال الفيديو راح يتابني جدا بالتعديل اعرف اه ولكن اه الفيديو يستحق انه تحضروا لانه شي لطيف وبنفس الوقت ياريت لايك وسبسكرايب وشير لانه الحمدلله بالفترة الاخير عندنا يصبح دعم جدا كبير بالقناة اه يعني اليوم بالذات انه تحدثت صراحة مع كثير من الطلاب وشفتوا اللي شاف شاف واللي ما شاف ان شاء الله يشوف انه صار كثير من المنشورات على التليجرام والمنشورات هاي ناتجة من تفاعلكم اوكي فاتمنى تفاعلكم اتمنى من تشتركوا بقناة التليجرام اسفل وصفحة الانستغرام واتمنى منكم دعم اكبر حتى استمر بقوة اكثر هذا المعنى نلتقي بفيديو اخر